موسيقى على إتري الحديث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله اتصالا هاتفيا مع السيد خالد أورام والدي الفقيد الذي وافته المنية بعد سقوطه في بئر وبهذه المناسبة المحزنة أعرب جلالة الملك نصره الله عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم الذي لا رد لقضاء الله فيه دعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناده وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء في فقدان فلدة كبدهم وقد أكد جلالة الملك أعزه الله بأنه كان يتبع عن كتب تطورات هذا الحديث المأساوي حيث أصدر تعليمته السمية لكل السلطات المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة وبدل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا كما عبر جلالة الملك حفظه الله عن تقديره للجهود الدؤوبة التي بدلتها مختلف السلطات والقوات العمومية والفعاليات الجمعوية ولتضامن القوي والتعاطف الواسع الذي حضيت به أسرة الفقيد من مختلف الفئات والأسر المغربية في هذا الدرف الأليم وفي الختام أكد جلالة الملك لأسرة الفقيد سابق عطفه وموصول عنايته كان هذا بلغا من الدوان الملكي وأعود إليك نبيل أزقر إذن كانت هذه النهاية نهاية مأساوية للطفل ريان بعد كل هذه الجهود لإنقاذه تعازين لعائلة الطفل ريان وتعازين للشعب المغربي ولكل من تابع وساند ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة